انتهت اللجان الأربع دائما تابع للبرلمان العربي من اجتماعاتها حيث نقشت لجنة أشؤون التشعيع وقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمقافحة الهجرة غير الشرعية في إطار التحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر السبت بمقر جامعة الدول العربية انتهت اللجان الأربع الدائما من اجتماعاتها حيث نقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما نقشت لجنة الشؤون الاجتماعية قضايا الشباب والعمل التطوعي ومشروع استرشادي لدعم العمل التطوعي في الوطن العربي بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة بالمرأة طبعا نقشنا عدد من البنود وهناك سبعة بنود أهم هذه البنود أخي العزيز هي الرؤية البرلمانية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية موضوع كبير قد نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك في الوطن العربي تغير المناخ وزادت درجات الحرارة وارتفعت في بعض المناطق والمنخفضات الجوية والأعاصير أصبحت في طريقها الوطن العربي وأصبحت يتأثر بها المواطن العربي تأثر أبالغ لجنة درست هذا الموضوع وهناك من الدراسات الكثيرة في هذا الموضوع وإن شاء الله سيكون هناك رؤية عربية ستعرض قريبا للحد من تأثير الإنبعاثات الحرارية وإن شاء الله تكون بيئة نظيفة بإذن الله لجنة الشؤون الخارجية بحثت سبل تعزيز الأمن القومية والاستقرار في العالم العربي بالإضافة لإعداد مذكرة بشأن مواجهة سفر الإرهابيين وتحريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية وعلى الصعيد الاقتصادي ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية المنظومة الرقمية والتشريعات الخاصة بها وأطر التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والوصول لتشريعات خاصة بالرقمنة بدأتنا على رؤية عربية حول الاستقرار في الوطن العربي وهذه الرؤية عرضنا اليوم لهيكل التاحة والتفقت عليها اللجنة كذلك ثم الحديث على رؤية عربية بالنسبة لتنقل والإرهابيين بين الدول العربية وهذا موضوع مهم وخطير جدا كانت اللجنة صادقة على إنشاء هذه اللجنة سابقا وهي لجنة مشتركة طبعا وقمنا بها الآن باستعانة بخبراء تقدمنا هناك خبيران وخبيرة مصرية وخبيرة جزائري تم الاتفاق عليهما طبعا أنهم الآن بيصدد لقيام بهذه الرؤية طبعا بتحت إشارة الجنشون الخارجي والسياسي والأمن القومي اليوم إحنا إن شاء الله تواجدنا في لجنة الاقتصادية والمالية بالبرنامج العربي لمنقشة عدة موضوعات تخصصية كان على رأسها أن اللقاء تم فيديو كونفرنس مع مجلس الوحدة الاقتصادية الرقمية الحقيقة كان منقشة حول أطر التعاون وتنشيط الاقتصاد الرقمي ما بين الدول العربية من خلال هذا المجلس اللي بيمزل مجود كبير جدا على رعاية المصالح الاقتصادية ما بين الدول في إطار المنظومة الرقمية أعتقد أن كافة الدول العربية ملتزمة بالتشريعات الخاصة بالرقمنة هناك مشروع قانون استرشادي تم إقراره سابقا وهو تمكين المرأة إن كانت تمكين البرلماني أو الاقتصادي وتمت مناقشة إمكانية إطلاق هذا القانون أو هذه الوسيقى الاسترشادية في أي دولة عربية ترغب بهذا الموضوع هذه أهم العناوين التي تمت مناقشتها اليوم جهود متواصلة للبرلمان العربي من خلال لجانه المختلفة للخروج بتوصيات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار منظومة متكاملة لحل قضايا الشأن العربي محمود جميل التلفزيون المصري